أكدت وزيرة التخطيط هالا سعيد أن تمكين المرأة يمثل أحد الأولويات الوطنية لمصر حيث تم إطلاق استراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدمة كما أشارت في كلمتها ضمن فعليات اليوم التمهدي للقمة العالمية للحكومات بدبي الارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء إلى 24.2% في البرلمان إلى 27% لافتة إلى توجهات الرئيس السيسي بالاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلا للاستحقاق دستوري بالمساوى وعدم التمييز